السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكل من تشوف هات الفيديو. البنات كديرين لبس عليكم اموركم زيانة. تنتمنى تكونوا كاملين باخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. البنات عواشركم بروكة مرة اخرى. ودخل عليكم بصحيحة والهنا والرزق واللي تمنيتوا في خاطركم يا ربي. واللي في بالو شي حاجة الله يحققها لي في هاد العواشر. معكم خدكم وصحبتكم رابعة في فيديو جديد. وفي هاد الفيديو ديال يوم البنات جبت ليكم واحد تحصين زوين 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 تيدوم المدة ديال عام كامل. هاد التحصين هادا اللي غدي يحميك من سحر بجميع انواعه. اه غد ديريه وغد تهني العام كامل حتى العام الاخر عاد كتجدوها البنات. هاد اه تحصين كتديروه مرة في العام. اه زوين تيحيد عليك جميع اه تيحميك من جميع الاسحار. فتفوصخوا البنات من بعد ما تفوصخوا مباشرة بش ما تجدد ليكم حتى شي حاجة ديرو هاد التحصين هادا. بش ما تجدد ليكم حتى شي اه سحر ما يجدد ليكم تكونوا محسنين اه باذن الله. اه هاد تحصين هادا راهزوين بزيف بزيف ومجرب اه بغيتكم البنات تطبقوا. اه من بعد هاد تحصين البنات اه عن هادروا على اه الخدمة. الخدمة ديال الاعمال الروحانية اه او الوصفات اللي تنزلوا. واش تتنجح اه فرمدان ولم تتنجحش. اه عن هدر ليكم على هاد الموضوع هادا. اه بسف ديال اللي بنات تيسولوني اه تيقرحوا علي هاد الاسئلة هادو. واش الخدمة تتنجح فرمدان ولم تتنجحش. انا اليوم غنهدر ليكم على هاد الموضوع وانجاوبكم على الاسئلة ديالكم بعد ما نشوفو الوصفة. فإلى عجبكم هاد الموضوع خليكم معي البنات حتى الاخر الفيديو. اه باش تستافدوا من هاد اه الشي اللي عن نزليكم. وما تنسوش كذلك تفعلو زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال قناتي. وكذلك اه ما تنسوش ديروا لايك للفيديو الى عجبكم طبعا. وبلما نطول عليكم ندوزوا دابة للوصفة. فشنو هي المكونات البنات اللي تحتاجوا لها في هاد الوصفة? تحتاجوا الورقة بيضة للكتابة. تحتاجوا ورقة بيضة عادية باش نكتبو فيها. تحتاجوا الماورد والزعفران باش نكتبو بيه. وتحتاجوا القرعة. قرعة دي البلاستيك خاوية كيف مما كانت عندكم. اي قرعة تكون نقية عندكم. اه اما يكون عندكم الماء ديال الشتاء. الماء المطر. ولا ماء زمزم اه 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 ا الوصفة. فشنو تنديرو؟ اول حاجة تناخدو الورقة البيضة دياننا وتنكتبو فيها. انا كتبت من قبل باش ما نطولش عليكم في الفيديو. تتاخدو العود وتتكتبو بالزعفران وماورد تتكتبو آية الكرسي. تتكتبو بها بطريقة الله لا اله وتتكتبو آية الكرسي كاملة وتتكتبو الجوج آيات اللي من بعدها في المصحص. تتكتبو آية الكرسي وجوج آيات اللي من بعدها في صورة البقرة. آيات الكرسي وجوج آيات تتكتبوهم بهالطريقة هذه على الورقة البيضة. من بعد ما تكتبوهما البنات تتاخدو الماء ديال زمزم او الماء ديال الماطر او الماء المعديني. وتتدخلو في هاد الورقة هادي. تدخلوها وتتخليوها تتخليوها واحد المدة بدمة التمحالينا هاد الكتابة التمحالينا في الماء. الماء ديال اللي محينا فيه باش هو اللي غاد نديروه في القنينة. بعد ما محينا البنات الورقة في الماء تناخدوها وتنديرو هادك الماء تنديروه في القنينة نديروه في القرعة ديال البلاستيك وتناخدو آآ صورة ديالنا. تناخدو صورة ديالنا وتنديروها تنديروها في القنينة بهاد الطريقة. ولكن انت انت والزوج ديالك او انت والدك او انت واي شخص ديرو اآ تصاوركم ديروهم في القرعة ديروهم في القرعة. تقدري تديري تصورتك ببحدك او لان تنتي وراجلك او اي شخص ديري أآ آآ صورة في الماء. من فهم البنات فقط تنمحيوا الآيات وتنديروهم في القرعة وتنديرو عليهم الصور ديالنا. وتنسبو عليهم وتتخبي هاد آآ تحسين هذا تتخبيه المدة سنة كاملة تعقلي على التاريخ اللي صابتي فيه لأنه المدة عام صافي ما تبقاش صالح يمكن ليك تجديه تعاودي تديري طريقة من جديد بنفس الطريقة تتكوني مهنية من موضوع السحر إلا كان شي واحد تابعك تيسحر ليك أو كنتي عارفه أو ما كنتيش عارفه المهم أنك تتهني من موضوع أن شي واحد عا يبقى يسحر ليك عدتهني من السحر بصيفة عامة هادي هي الوصفة على البنات ديال التحصين اللي بغيت نزل لكم اليومة تنتمنى أنها تفيدكم ودبا البنات عندو زوق ندويو على الأعمال الروحانية في رمضان فبالصيف ديال البنات تيسولوا على الأعمال الروحانية أو الخدمة ديال الوصفات واش تتنجح في رمضان حيث الأغلبية ديال الناس تيضمنوا أن الخدمة ما تتصدقش في رمضان وما تتنجحش ولكن راهم غالطين فالروحانية اللي كينا في رمضان ما كيناش في شي شهورة آخرين رمضان تتكون فيه روحانية عالية والإنسان تكون تيصوم وتتكون عندو واحد قاقة عالية جداً لتتساعده على نجاح الأعمال الروحانية غير هو ماشي الأعمال كلها تتنجح لنا كينا الأعمال اللي تتنجح وكينا الأعمال اللي ما تتنجحش فاشنو هي الأعمال اللي تتنجح؟ هي الأعمال اللي موجهة للخير كل الأعمال اللي موجهة للخير مثلاً فك الأسحار أو علاج الأسحار علاج حالات المس والجن والعين والحاسد الوصفات اللي متعلقين بهذا الموضوع هذا كاملين تنجحوا التوفيق والمحبة بين الزوج والزوجة يعني المحبة بين الأزواج تهيأ تتنجح أي عمل تتعمل بآيات القرآن الكريم وموجه للطاعة أي عمل يعمل بآيات القرآن الكريم يعني سواء بين المرأة وراجلها بين الوليدات أي حاجة فيها آيات ديال القرآن الكريم وموجهة للمحبة أو للطاعة فهو ناجح مئة في المئة وشنو هي الأعمال اللي ما تتنجحش أو الأعمال التي لا تجوز عملها في رمضان بحال مثلا بحال التفرقة البغضة تقاف لا يجوز عملها في رمضان هي ماشي ما تتنجحش مع كل شيء ولكن رها تتنجح مع البعض اللي تلبي لها المتقلبات ديالها واللي تدير لها الشروط ديالها كايني الناس اللي لايهديهم اللي تيخدموا هاد الشيء في رمضان وتنجح ليهم لأنهم عندهم طوقص دياله وتلبيوا لهاد الشيء المتقلبات دياله وكل واحد تيخدم على حساب القناعات دياله وعلى حساب الهاوى دياله وهذا ما كان البنات في هاد الفيديو تنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وإلى أعجبكم ما تنسونيش من لايكات وشكرا لكم على التتبع وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله